بسم الله الرحمن الرحيم معكم الدكتورات الآن وإن شاء الله النهاردة هنشرح أول محاضر في المولوكولر بيولوجي اللي هي نيوكليوتايد كيمستري و دي اي استراكشور and replication النيوكليك اسد او دي اوكس ريب نيوكليك اسد والرن اي لإسمه ريب نيوكليك اسد ده اسمه دي اوكسي رايبو نيوكليك اسد لانه بيدخل فيه شجر اسمه دي اوكسي رايبوز وده اسمه رايبو نيوكليك اسد ده لانه فيه رايبوز واسمه نيوكليك اسد لانه هو موجود في النيوكلياس واسمه اسد لانه فيه فوسفوريك اسد يعني لما نشوف الاستراكشر بتاعه هنلاقي فيه فوسفوريك اسد والفوسفوريك اسد دي كاريز نيجاتيف اتشارج كاريز نيجاتيف اتشارج وبالتالي دي ايه والاريني احنا بنعتبرهم اسد وبيحملوا شحنة سالبة جوه الخلية وعشان كده لما يعودوا يلفوا حوالين بروتين هيلفوا حوالين بروتين اسمه هستون بيحمل شحنة موجبة عرفنا ليه نيوكليك اسد بتتكون من يونت اليونت بتاعتها اسمها نيوكليوتايد والنيوكليوتايد دي بتتكون من حاجة اسمها نيتروجيناس بيز ومعها بنتوز اللي هو السكر الخماسي ومعها توسفوريك اسد طب ايه يا نيتروجيناس بيزيا دي بطور خالد قالك هي هيتيروسايكل كومباون وهيتيروسايكل انا يمكن جبت سريتها قبل كده لما انا بكتب سايكل يا جماعة ومش بكتب النقطة دي ايه يعني انا مش كتب الاتوم اللي هنا ايه كلكم على طول بتفهموا ان هي كاربون اللي هنا كاربون اللي هنا كاربون انما لما تواجدت حاجة غريبة فيها وهي النيتروجين اضطريت ان انا اكتبها فكلمة هيتيروسايكل معناها سايكل فيها اتم تاني غير الكاربون الاتوم اللي موجودة قدامكم هنا هي النيتروجين النيتروجيناس بيز بقسمها الى مجموعتين كوبار اوي مجموعة اسمها بيورين والمجموعة التانية اسمها بريميدينز واخدوا بالكم البيريميدينز اسمها كبير في حجمها صغير بيورين اسمها صغير وحجمها كبير المهم ما علينا البيورينز دي السنسز بتاعها ان شاء الله هناخدوا مع بعضنا في المحاضرة تاني عايزكم تاخدوا بالكم من الان رقم تسعة دي لان الان رقم تسعة فيها هي اللي بتمسك مع البنتوز اللي هو السكر الخماسي سواء ريبوز او الدي اوكس ريبوز وهنا في البيريميدينز تاخدوا بالكم من الان رقم واحد اللي تحت دي هي الان رقم واحد لان الان رقم واحد دي هي اللي بتمسك مع البنتوز البيورين في نوعين انتو كلكم عارفينهم واحد اسمه A اللي هو الأدينين وواحد اسمه G اللي هو الجوانين كل واحد من دولة ممكن يتواجد في صورة بقول عليها اينول فورم أو صورة اسمها كيتو فورم اينول يعني فيها OH كيتو يعني فيها كيتون C double bond O ده بالنسبة لدي اينول اللي فيها NH2 كيتو اللي فيها double bond NH ده بالنسبة للأدينين والجوانين المقابل ليهم في البرميدين ثلاثة مشتني ليه بقى انا عند السي اللي هو السيتوزين ده موجود في الDNA والRNA انما اليوراسيل موجود في الRNA بس المقابل لليوراسيل في الDNA هو الصايمين لو بصينا على السيتوزين ركزوا معايا في الحتة دي لان المحاضرات هتلاقي فيها شرح معتمد عن نقطة دي لو بصيت على الاستراكشر بتاع السيتوزين والاستراكشر بتاع اليوراسيل هتلاقي ان هنا NH2 هنا OH وبالتالي لو جبت انزيم ركزوا معايا في اسم الانزيم اللي انا هقوله لان في حاجات كتيرة جدا معتمد عليه بعد كده اسمه سيتوزين دي امينيز دي امينيز يعني اشيل الامينو جروب اللي هنا هتجي مكانها OH هتحول السي الى يو ودي واحدة من الميوتاشنز التفارات اللي انتو هتسمعوا عنها في محاضرة الميوتاشن لو شفت الفارق بين اليو والتي يوراسيل وصايمين واخدوا بالكم ده اسمه صايمين مش صايمين صايمين اللي هو الفيتامين بي وان ده صايمين هه هتلاقي الفارق بين اليو والتي هي مجموعة ميسايل يعني باختصار لو اليوراسيل نقلت له مجموعة ميسايل هتتحول اليو الى تي ودي معلومة هتلاقوها في الاستراكشار بتاع التي ار اني اي بعد كده طب يا دكتور خالد اللي مكتوبين تحت دولت وبرضو دي هتهمينا بعد كده في حاجة اسمها هيبوزانسين في او واحدة في زانسين في اتنين او في يوريك اسد في تلاتة او هوا الهايبوزانسين والزانسين واليوريك اسد ده عبارة عن بيورين بيزس بس ما بتدخلش في الاستراكشار بتاع الدي اي والار اي اي وانما بتنشأ اثناء الكاتابوليزم بتاع النيتروجين اسد دولت نحفظ اساميهم اه مهمين جدا لان زيادة اليوريك اسد في الدم نتيجة لزيادة الكاتابوليزم بتاع الادنين والجوانين بيؤدي الى حالة اسمها جاوت جاوت جي او يو تي او اسمها هيبر يوريسيميا او اسمها النقرس او اسمها داء الملوك داء الملوك طيد نيجي بقى هل النيتروجين اسبيز هي اللي بتكون الدين ايه لا دا احنا قلنا فيه حاجة اسمها نيوكليوطايد قبل النيوكليوطايد بتتكون فيه حاجة اسمها نيوكليوصايد يعني نيوكليوصايد يا دكتور خالد ان انا اجيب النيتروجين اسبيز سواء فيورين او بريميدين امسكها في حالة الفيورين بالن رقم 9 فيها مع الكربونة رقم 5 في البنتوز يبقى انا حولت النيتروجين اسبيز لحاجة اسمها نيوكليوصايد اللي هي بتتكون من بيز زائد البنتوز واخدوا بالكم ده موضع اسئلة طب وهنا في حالة البريميدين همسك النيتروج رقم 1 فيه بالكربونة رقم 1 في البنتوز طب اسميهم ايه يا دكتور خالد سيبنا اقول اسميهم في الجدول اللي جاي بعد كده اما ليه هي النيوكليوطايد اخدوا بالكم دي اسمها نيوكليوصايد دي اسمها نيوكليوصايد التاني نيوكليوصايد اللي هي بتتكون من بيز زائد البنتوز إنما النيوكليوطايد بتتوم من بيز زائد بنتوز زائد فوسفوريك أسد إحكيتها يا دكتور خالد أنا هجيب النيتروجيناس بيز همسكها مع البنتوز هتروح مدينا النيوكليوطايد هاجي في الكربون رقم خمسة ركز معي وروح ممسك فوسفوريك أسد اللي احنا ما جازا بنقول عليه فوسفيد فهحول النيوكليوصايد إلى النيوكليوطايد يبقى النيوكليوطايد هي عبارة عن بيز زائد بنتوز زائد فوسفوريك أسد وبالمثل هنا تبقى ساميهم ايه دكتور خالد ايه تعاليا شوية هقولها في الجدول مؤقتا البيلدنج يونت بتاعت الدين ايه او الارين ايه وحدة البناء بتاعت الدين ايه والارين ايه هي النيوكليوطايد مش النيوكليوصايد بتتكون من كم حاجة دكتور خالد بتتكون من ثلاث حاجات طيب كل واحدة من النيوكليوطايد ممكن تبقى موجودة في صورة اسمها انتي او صورة اسمها سين مش مهمة بالنسبة لي اوي هنا يعني ايه انتي لو انا عملت اكس كده محور كده هتبص تلاقي النيتروجيناس بيس في الناحية دي في الناحية دي فبقوله عليهم انتي يعني موجودين ضد بعض بالناحية التانية هنا بقول عليهم سين سين يعني لو عملت اكس كده هلاقي الاتنين مرسومين في نفس الناحية مش مهمين اوي بالنسبة لي او على مستقاكم في طلبة نيجي بقى للتسمية انت بتقول لي يا دكتور خالد ان النيتروجيناس بيس دي اسمها ادنين فبع لما مسك فيها بينتوز هتتحول من بيز الى نيوكليو صعيب لو شفت الادنين ماسك معه بينتوز يابقا اسمه ادينوزين وبالجوانين يبقا اسمه جوانوزين فبخد بالكم دولابيورين يبقى البيورين بحوش ادين وحط psychological بدل مهو ادينين اقول ادينوزين جوانين اقول عليه جوانوزين ولما اقول جوانوزين ده معناه جوانين ماسك معاه بينتوز او سوق طب لما اروح ممسك كمان في البنتوس فوسفوريك اسد هتتحول من نيوكليوسايد الى نيوكليوتايد في الحالة دي هيبقى اسمه ادنوزين مونوفوسفيت او اي ام بي جوانوزين مونوفوسفيت ما نساش في حالة البيورين بشيل اين وحط زين ادنين ادنوزين جوانين جوانوزين وهنا ادنوزين مونوفوسفيت ده هو اللي بيدخل في الاستراكشر بتاع الدين والار النهي يا جماعة ده هو البيلدن جيونت مش دي طيب لما اجي هنا بقى للسيتوزين السيتوزين دي لما حب احولها الى نيوكليوسايد يعني همسك فيها بنتوس هتتحول الى سيتيدين طب اليوراسيل يوريدين صايمين صايميدين اكن في البريميدينز بحوش المقطع الاخير وحطه ما كانو دين سيتوزين سيتيدين يوراسيل يوريدين صايمين صايميدين يبقى لما لاقي سيتوزين لا اخد بالك ما تغلطش مع اللي قبلها سيتوزين دي هي النيتروجين السبيز انما السيتدين هي السيتوزين اللي ماسك معه بنتوز يوريدين هو اليوراسيل اللي ماسك معه بنتوز وفي الحالة دي هو الريبوس طبعا صيمدين او اللي هي التي هو الصيمين اللي ماسك طب لما اضيف عليه فوسفيد بقى عشان احوله من نيوكليوسايد الى نيوكليوتايد يبقى اسمه ادينوزين مونوفوسفيد جوانوزين مونوفوسفيد سيتديم مونو فوسفيت او سي ام بي يو ام بي ورديم مونو فوسفيت صي مدين مونو فوسفيت ومنساش ابدا ان هي دي البلدنج يونت بتاعت الدين ايه والارن ايه اللي هي النيوكلوطايد اللي هي بتتكون من تلات حاجات منساش التلات حاجات دولك هم البيز مع البيز مع الفوسفوريك اصف طيب سؤال يا دكتور خالد الله يهديد النيوكلوطايدز دي بس اهميتها ان هي تدخل في تركيب الدين ايه والارن ايه لا لو انتوا حضرتوا معايا محاضرة البيولوجيكا الاكسيديشان انا قلت امبورتنس للاتب ما هو الاتب ده هو عبارة عن ادونوزين ترايفوسفيت احنا قلنا اللي هنا النيوكلوطايد هي المونو فوسفيت ادونوزين مونو فوسفيت اللي هي الام بي طب الادونوزين ترايفوسفيت اهميته ايه ما احنا قلناها طب النيوكلوطايدز اهميتها ايه دكتور خالد واحد هي مهمة في الفورميشان بتاع الدي ايه والارن ايه اللي هي النيوكلوك اسد وهي مهمة في الفورميشان افهاي انرجي كومباون زي الاتب والجي تي بي والحاجات دي كلها وشرحناها في البيولوجيكا الاكسيديش مهمة جدا في تركيب حاجة اسمها سايكليك اي ام بي اخدناها في الريجوليش من شوية قلنا ان في بعض الانزيمات زي البروتين كاينيز م ممكن اللي بيعملو اكتيفيشان هو سايكليك اي ام بي او احيانا سايكليك جي ام بي فدولا بقول عليهم ساكن دي ماسنجر او فورميشان اوب بابس اللي هي سري داش فوسفو ادونوزين فايب داش فوسفو سالبيد دي اسمها سالفيت دونر مادة ممكن تتبرع لأي مادة محتاجة سالفيت جوه الخليل فورميشان اف سام اللي انتو قرتوه من حضرة الترانسي ميسايليشان اللي هو الاسا ادونوزايل ميسايونين فورميشان لبعض الكونزيم زي الفلافين مونينيوكلوطايد فلافين ادنين دينيوكلوطايد نكوتين اميد مونونيوكلوطايد او نكوتين اميدا ادنين دينيوكلوطايد او الندب دي كلها الاكتف فورم بتاعت الفيتامين بي كمبلكس اللي احنا شرحناها في محاضرة الفيتامين وفي نفس الوقت ممكن ممكن الن avis الممكن اللي احنا بنصل بنصناعها يا شباب ممكن جسمنا او نستخدمها ككيمو ثيرابي اللي علاج الكانسر او نستخدمها في حالات الفيرلpolitik بس هو برضه سؤالي دكتور خالد. هو انا لو جبت مجموعة من النوكليوطايدس كده حطتهم جنب بعضهم. يبقى انا عملت دي ان ايه? الاجابة لا. لان الدي ان ايه انتو اخدتوه زمان في ابتدائي واعدادي وساتي. هو دابل استراندد هيلكس. يعني اتنين استراند لفين حوالين بعضهم في صورة هيلكس. وبالتالي لو انا جبت مجموعة من النوكليوطايدس. ادي نوكليوطايد قيده هيا. هو دي نوكليوطايد ثانية. هو دي نوكليوطايد ثالثة والد نوكليوطايد رابرة. مسكتهم مع بعض. بيمسكوا مع بعض ازاي يا دكتور خالد? بصوا معي هنا. الاولانية دي فيها الفوسفيت مسك في ضرعة الكربور رقم 5 مش مسك فيها حاجة. اللي تحت كده الواتش اللي одномumnط اش بتاعت زارة الكربور رقم 3 مش مسك فيها حاجة. ناجي في النص بقى. تلاقي الواتش بتاعة زارة الكربور رقم 3 هنم مسكة في الفوسفيت اللي ماسك في زارة الكربور رقم 5 فبيعمل رابطة اسمها فوسفو دايستر بوند يبقى تاني النوكليوتايدز دي بتمسك في بعضها برابطة اسمها فوسفو دايستر بوند مهمة جدا فوسفو دايستر بوند طب ودي الزارة الكربور رقم 3 في البنتوز تمسك مع زارة الفوسفتية اللي ماسك في زارة الكربور رقم 5 بحاجة اسمها فوسفو دايستر بوند وهكذا ايه ده يعني تقصد حضرتك ان النيتروجيناس بيزس اللي جانب بعضها مش مسكين في بعضهم اه دا اللي ماسك في بعضه هو الفوسفيد بيندوز باكبون اكلم دا هو العمود الفقر بتاع النيوكليوتايدس دا هو العمود الفقر بتاع الدي ان اي عشان كده بقول عليه فوسفيد بيندوز باكبون ماسك مع بعضه ازاي يا دكتور خالد ماسك مع بعضه بحاجة اسمها فوسفو دايستربون النيتروجينة سبيز لها علاقة بالموضوع ده لإجابة لا طب خد بالك لما أنا رسمت الDNA بهذا الشكل الفوسفتية هنا اللي ماسكة في زارة الكربور رقم 5 فري فري يعني ايه يعني مش ماسكة في حاجة وبالتالي بقول عليها 5 داش إيند النهاية 5 شرط الو اتش هنا اللي ماسكة في زارة الكربور رقم 3 تحت مش ماسكة في حاجة تاني بعدها آخر واحدة يعني وبالتالي بقول عليها 3 داش إيند عشان كده دايما يقول لك الDNA has 5-3-polarity يعني 5-3-polarity يا دكتور خالد يعني ناحية 5 فري وناحية 3 فري الناحية الخامسة فيها فوسفوريك أسد فري الناحية الثالثة فيها وو اتش بتاعة زارة الكربور رقم 3 فري ال5 داش إيند دي أحيانا بقول عليها لفت تيرمينل لأن تلاحظوا وأنا رسمها كده جاية ناحية الشمال شوي دي بقول عليها راية تيرمينل وأحيانا بقول على 5 داش إيند طوب 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 يعني القمة فوق وعلى 3 داش إيند بقول عليها بوتم لو أنا جبت مجموعة من النكلوتايدس يا جماعة وعرفت النمبر والطايب والسيكوانس بتاعهم يعني عددهم ونوعهم وترتيبهم هم إيه وروحت ممسكهم مع بعض فوسفو ضاي استر بوند يبقى أنا بتكلم على حاجة اسمها برايمر ستراكشور أو برايماري ليفل أو طب هل أنا كده يا دكتور خالد عملت دي إينيه الإجابة لا ده دي إينيه هو دابل استراندد هيلكس ده أنا هفاجأك كمان صورة دي إينيه أصلا جوا الخلية هي الكروموسوم يعني أنا لسه برضو ما وصلتش لصورة دي إينيه جوا الخلية طب ما تيجي نعمل مع بعض يا دكتور خالد دابل استراندد هيلكس بيقول لك اللي هو بيعرف من نمبر والتايب والسيكونس بتاع النوكليوتايد وبيمسكهم مع بعض الفوسفودي استرابون طيب بالراحة كده حاضر تعال نعمل double stranded helix عشان نعمل double stranded helix عشان نعمل double stranded helix بيبقى عند strand هنا من الDNA بجيب strand تاني جنبه من الDNA عشان نعمل double strand وبعدين يخليهم يلفوا حوالين بعض في صورة helix في صورة حلزون طب الhelix أو ال strand التاني يا دكتور شالد اللي بيجي قصاده ده بيجي كده هبلولي يعني هبل ولا ليه رول قالك لا ليه رول الرول اللي احنا عارفينه حاجة اسمه base bearing glue base يعني قاعدة bearing اللي هو ازدواج يعني قانون ازدواج القواعد النيتروجينية بيقولك ايه الbase bearing glue بيقولك ان كل A لازم يجي قصادها T وكل C لازم يجي قصادها G والA والT يمسكوا مع بعض باثنين hydrogen bond والC والG يمسكوا مع بعض بسري هيدروجين بوند ده اللي اسمه base bearing glue قانون ازدواج القواعد النيتروجينية كل A يجي قصادها T كل C يجي قصادها G والA يمسكوا مع T بتوه هيدروجين بوند السي يمسكوا مع G بسري هيدروجين بوند كلام جميل جدا يا دكتور خاني وبالتالي يا بهوات تاخد بالك ان لما اعط في D N A زي ده اقسم عدد ال A على عدد T النتجة هيكون واحد لان ال A دايما موجود قصادها T فالA على T سوى واحد والC على G يسوى واحد والبيورينز على البريميدينز تسوى واحد اقول تاني ال A على T يسوى واحد والC على G لما اقسمهم على بعض العدد هيسوى واحد ولو عدت اقسم البيورينز اللي هما ال A وال G على ال T والC اللي هما البيورينز العدد بتاعي لازم يساوي واحد يبقى الازدواج او انا جبت الستراند الثاني بس خد بالك من حاجة تاني لازم ال two strands يكونوا يعني لو كان الستراند ده هنا نهايته خمسة وتحت تلاتة يبقى ده سوري لو كان هنا بدايته خمسة وتحت تلاتة يبقى ده تلاتة وتحت خمسة يبقى القاعدة بتقولي ان هما لازم يكون في بس لازم ال two strands يعني ماشيين في التجاهين مختلفين لو كان واحد فيهم يبقى التاني احنا بنقول عليها داش او برايم يعني الاثنين صح لما two strand بيجوا جنب بعضهم ويروح لفين حوالين بعضهم عشان ياخدوا شكل الهيليكس كده شكل الحلزون بيتكون عندي حاجة اسمها minor groove وحاجة اسمها major groove فابدوا لفايدتهم ايه يا دكتور خالد ليهم فوائد كتير جدا في الريجيوليشن بتاعت عملية الريبليكيشن يعني تضاعف الدي ايه والترانسكريبشن اللي هو تخليق الري ايه وليهم رول مهم جدا كمان عشان الدي ايه لما يلف حوالين البيزيك بروتين اللي هو الهيستونز يلف حواليهم ويبقى ماسك فيهم بطريقة ده هو الساكندر استراكشور اوف دي اني منساش ان الاثنين انتي برارل يعني واحد خمسة ثلاثة والتاني ثلاثة خمسة وبقول سري داش مش سري بس الحاجة التانية المهمة ان في بيز بيرنج لو اللي هو بيقولك ان كل ايه يجي اقصادها تي كل سي يجي اقصادها جي والايه والتي يمسيكوا مع بعض بهايدروجين بوند والسي والجي يمسيكوا مع بعض بسري هيدروجين بوند يبقى الايه والتي تو هيدروجين بوند السي والجي سري هيدروجين بوند وفي عندي حاجة اسمها ماينور جروف وحاجة اسمها ميجور جروف هنقول اهميتهم او قلنا اهميتهم وهنقول اهميتهم تاني معايا طب انا كده خلقت دي انيه لا يا بي ده دي انيه للمرة المليون صرته جوه الخلية هي الكروموزوم وكلنا عارفين شكل الكروموزوم طب ازاي الدي انيه بقى بيتحول الى ار انيه بيتحول سوري الى كروموزوم باختصار شديد جدا انا بجيب الدي انيه اللي طوله ما يتراوح في الايو كاريوتس اللي هو احنا ما بين متر ومترين وببدأ الفه بطريقة معينة حوالين هستونز طب الهستونز يا دكتور خالد بيزيك بروتين صح يعني بيحمل شو احنا مجابة لان فيها بيزيك امينو اسد وخصوصا اللايسين وهي مهمة ان هي تكون بيزيك عشان يقدر اديه النيل بيحمل شو حنة سالبة لان اسمه دي اوكس رايبونيوكليوك اسد يلف عليها كلام جميل الهستونز دولة كم نوع يا دكتور خالد بصوا معايا خمس انواع خمس انواع تبدأ انت قلتلي هنا ايج لا بالراحة بس عندي اتش وان اتش تو اي اتش تو بي اتش سري اتش فور فانا بعتبر ده نوع وده نوع يبقى ده نوع اتنين تلاتة اربعة خمسة بس انا ببدأ باتش وان تو في منه تو ايه وتو بي ويه هستون سري وهستون فور عايزي يا دكتور خالد الله يهديك حاضر عشان اديه ان ايه لفة حوالين هستون بجيب اتنين من كل واحد من دولة يعني اتنين من تو ايه واثنين من تو بي واثنين من ثري واثنين من فور يبقى عندي تمانية وبرح حطوهم جنب بعضهم كده وبلف دي ان ايه عليهم لفة وتلات تربع لفة لفة وتلات تربع ايه لفة اللفة وتلات تربع لفة دولة عدد النيكلوتايد اللي فيهم مية ستة واربعين نيكلوتايد يبقى انا بجيب تمانية التمانية دولة اتنين من تو ايه واثنين من تو بي واثنين من سري واثنين من فور ارح حطوهم جنب بعضهم وبعد كده اجيب اتش وان وهاروح لافف عليه الدي ان ايه لفة واحدة هاخلي دي ان ايه يلف حواليه لفة واحدة بس اللفة دي عبارة عن ثلاثين نيكلوتايد 30 نيوكليوطايد الـ Structure كله اللي أنا عملته ده اسمه نيوكليوسوم اسمه إيه؟ نيوكليوسوم والنيوكليوسوم ده هو أول طريق الـ DNA لإنه هو يتحول للشكل النهي بتاعه اللي هو الكروموزوم يبقى النيوكليوسوم يا جماعة بيتكون من DNA لفة حوالين هستونز بجيب 8 زي ما أنا قلت وبالفة حواليهم الـ DNA لفة اللي هم 146 نيوكليوطايد وبعدين بجيب الـ هستون 1 وبالفة حواليه الـ DNA لفة كاملة اللي هو 30 نيوكليوطايد كلام جميل جدا يا دكتور خان يبقى ده هو النيوكليوسوم بصوا معايا بقى لما الـ DNA لفة حوالين هستون قادوا دول اللي هم مين التمانية اللي لفة فعلهم 146 نيوكليوطايد لفة و 34000 وبعد كده التمانية بصوا بقى الحتة اللي موجود فيها H1 اسمها الانكر دي الـ DNA ليه؟ لأن دي تعتبر وصلة بين التمانية دولة اللي لفة حالهم دي والتمانية اللي بعدوهم وفي نفس الوقت الـ DNA يا جماعة الديامتر بتاعه 2 نانومتر 2 نانومتر الديامتر بتاعه لما بيبدأ يلف حوالي النيوكليوسوم بالشكل ده الديامتر بتاعه بيزيد بيصل إلى 10 نانومتر هو فيه بعض الكتب بتقول 11 وبعض الكتب بتقول 10 10 to 11 نانومتر وفي نفس الوقت لما دي الـ DNA لفة حوالين الهيستونز بالطريقة دي ادى لك إحساس ان دي حبات سبحة يا جماعة حبات سبحة هذه الفتلة هيت وأدي الحبات بتاعه السبحة فبيقولوا على الشكل ده beats in a string زي حبات السبحة أو حبات المسبحة طيب أنا كده حولت الـ DNA إلى الصورة النهائية بتاعته اللي هي الكروموزوم لا ده بعد ما يلف الـ DNA حوالين الهيستونز بالطريقة دي ويعمل اللي هو النيوكليوسومز ويتحول من 2 نانومتر فيبر إلى 11 أو 10 نانومتر فيبر بيبدأ يحصل له فيرزر أورجنيزيشن يعني فيرزر أورجنيزيشن ادى الـ DNA هاو رح لافف حوالين الهيستون فعمل البيتس اون سترينج يا جماعة يبدأ يحصل فيرزر أورجنيزيشن اند كويلين يبدأ النيوكليوسومز دي تلف حوالين بعضها بطريقة تاني جميلة منظمة فيتحول من 10 أو 11 نانومتر فيبر إلى 30 نانومتر فيبر وبعد كده 30 نانومتر فيبر دي يحصل لها فيرزر أورجنيزيشن يعني تنظم نفسها بطريقة تاني عشان تتحول من 30 نانومتر فيبر إلى 300 نانومتر فيبر وبعدين 700 نانومتر فيبر مش مكتوبة ليه 700 مش بايلة لا هي دي 700 نانومتر فيبر وبعد كده أنا هعمل اسكيب عشان يظهر باقي الرسمة هو 700 نانومتر فيبر يبقى يتحول من 300 نانومتر فيبر إلى 700 نانومتر فيبر اللي هو يحصل له فيرزر أورجنيزيشن وفولدينج عشان يتحول للصورة النهائية بتاعت الدين إنه جوا الخلية اللي أنا بقول عليها روموسوم اللي أنا بقول عليها روموسوم أصليها الفكرة بتاعت إيه؟ الفكرة بتاعت إن الدين أنا قلت طروب يتراوح ما بين متر ومترين وهنا عندنا النيوكليوس بتاعتنا بالمايكرو أو بقل من المايكرو آه فإزاي أنا هحط متر ومترين فيه؟ آه فهو بيحصل له أورجنيزيشن بالطريقة دي لحد ما يصل للدين إيه في الآخر إلى الصورة النهائية بتاعته اللي هي الكروموزوم فبيقدر يتجمع الكروموزومز جو الخلية على بعضهم جو النيوكليوس على بعضهم عشان يعملوا حاجة اسمها كروماتين عشان يعملوا حاجة اسمها كروماتين ركز معايا بقى إحنا بنسمع عن لغة الجينوم أو المحتوى الجيني الهومان جينوم ده اللي هو اكتشفوه قريب إيه هو الجينوم؟ الجينوم تعريفه يا جماعة هو التوتل دي إني إيه إنسايدزا نيوكليوس أو إنسايدزا سيل لأن فيها حاجات موجودة في الميديوكوندري فلو الدي إني إيه اللي هو موجود في النيوكليوس ده جبت ودرستي وبأنا بتكلم عن حاجة اسمها جينوم الدي إني إيه طب لو الجينوم ده كان موجود في صورة أورجانايزد يعني صورة منظمة في صورة كروموزومز يبقى هو الكروماتين يبقى الكروماتين هو عبارة عن الأورجانايزد جينوم هو الجينوم المنظم اللي موجود في صورة كروموزومز جوه الخلية إيه اللي موجود في جوه الكروموزومز ده يا جماعة اللي موجود جوه الكروموزوم ده هو الدي إني هو الهيستونز الدي إني أحيانا فيه جزء منه بيتحول لأريني هتلاقي الإنزيمات اللي بتخلى الارن اي موجودة هنا هتلاقي بعض الارن ايز موجود هنا جوه الكروماتين الكروماتين في منه نوعين كبار يا جماعة الكروماتين في منه نوعين كبار لو الكروماتين ده اكتف يعني اكتف يعني فيه جينات بتتحول الى ام ارن اي وبعد كده الام ارن اي يتخلق منه بروتين هقول على الكروماتين في الحالة دي ايو كروماتين يعني هحط ايو قبل كلمة كروماتين او اكتف كروماتين يبقى الاكتف كروماتين او الايو كروماتين هو كروماتين اكتف الجينات فيه اكتف يعني بتتحول الى اما ر ايو وبتتخلق منها بروتين وده لما نقعد نصبغ النواة بيبقى ليس دنس يعني مش كسيف مبعد عن نفسه شوية عشان يدي فرصة للجين اكسبريشن لان الجين يتحول الى ار ايو ويتحول الى بروتين النوع التاني اسمه هتيرو اتش اي تي اي ار او هترو كروماتين او هتيرو كروماتين وده معناه ان اكتف كروماتين يعني كروماتين غير ناشط يعني لا يشارك معايا في تخليل البروتينز جوه الخلية دي وفي الحالة دي هيبقى في الصابقة هتلاقي الكروماتين ده دنس دنس يعني ايه يعني كسيف لان كله متراكم على بعض وزي حاجة انت كراكيب كده انت ايه شايلها فلميمها على بعضها فالصورة بتاعتهم بتبقى دنس في نوع تاني من الكروماتين اسمه فاكيولاتيف كروماتين فاكيولاتيف اللي هي F A C U L A T I V E فاكيولاتيف كروماتين ده معناه كروماتين في مرحلة معينة من مراحل الخلية ممكن الاقيه اكتف وفي مراحل تاني الاقيه ان اكتف وشوية تاني الاقيه ان اكتف فاكيولاتيف كروماتين المهمة طيب ال D N A لما احنا لفناه خد بالك ده ابداعا من النيوكليوسوم لحد الاخر ده اسمه Terture Structure of DNA اسمه Terture Structure of DNA او كروماتين نيجي بقى اللي احنا عملنا فيه ال D N A لما بقعد اعمل زي ما كده احنا قلنا في الاول بيجي تاني قدام وبعدين بيلفه حوالين X كده عشان يعمل الهيليكس الظريب ده وهو بيلف حوالين ال X ده فيه ثلاث احتمالات فيه ثلاث احتمالات الاحتمال الاول ان ال D N A وهو بيلف يلف ناحية اليمين فاسميه Right Handed Helix اسميه Right Handed Helix والRight Handed Helix ده فيه منه نوعين نوع اسمه P-Form وهو ده النوع الطبيعي اللي موجود جوا جسمنا وهو اللي بتلاقي فيه الماجور جروف والمانور جروف وكل لفة بصوا معايا دي بقول عليها تيرن دي اتدام من هنا كده هلف ها? وهرجع تاني ثاني هلف ها? وهرجع تاني دي اسمها تيرن لافة كل لافة في حالة ال P-Form اللي هو الطبيعي انه هو يبقى موجود في جسمنا بتحتوي على 10 نيوكليوطايد سيبك من 10 ونص كوله 10 نيوكليوطايد أو يعني يعني 10 نيوكليوطايد في الناحية دي واخصاطهم 10 نيوكليوطايد الناحية الثانية. والكونفرميشن بيبقى انتي. انا قلت في الاول انتي وسنت. دي مش مهمة دي. المهم. يبقى ده النوع الطبيعي اللي موجود في تسعة وتسعين في المية من الدين اللي موجود جواه جسمان. انه فيه نوع تاني اسمه ايه فور. ايه هو الايه فور. هو ريتهاندد. يعني برضو لما التوستراندس قاعدوا يلفوا لفوا ناحية ايدك اليمين. فبقول عليهم ريتهاندد. والميجر جروف والماينور جروف موجودين فيهم. بس كل لفة في الايه فورم ده فيها احداشر بيسبير. يعني احداشر زوج. يعني احداشر على الاستراند ده. و احداشر نيكلوتايد على الاستراند اللي قصادة. ومش عاشرة. الكونفرميشن برضو بيبقى فيه انتي. ايه حكاية الايه فورم ده? الايه فورم ده بقول عليه دي هيدرو بي. يعني دي هيدرو بي. يعني البي ده لو اتعرض. لو دي ايه بتعرض في مرحلة من مراحله جوه جسمانا الى دي هيدريشن. يعنى واحد جاله جفاف ولا حاجة. فدي ان ايه ده تحس ان هو بيتضغط على بعضه فبيبقى شورتر اقصر بثكر يعني ده الايه فورم ده جاية من البي فورم بدنا انا بشيل من البي فورم المايا هو شورتر عن البي فورم بثكر يعني ادخل من البي فورم واخدوا بالكم كل لفة في 11 نيجي بقى للز فورم ده وربنا يكفينا شره ده لو لا قدر الله في abnormal cell وخصوصا في cancer cell الدين اللي بيتخلق فيها بيبقى abnormal لان هو بيلف في ناحية الشمال فبقول عليه left handed left handed الماجر جروف فيه بيختفي الماجر جروف بيختفي وبيحصل deepening يعني بيعمق بيبقى عميق يعني للمانور جروف يبقى بيبقى فيه absence للماجر جروف وديبننج للمانور جروف فشكل الDNA بياخد شكل الزجزاج بياخد شكل زجزاج عشان كده سميته Z4 كل لفة من لفات وفيها 12 وبيتواجد فيه النيوكليوتايد في صورة anti للبرميدين وصورة sen للبيورين يبقى الطبيعي من اشكال الDNA هو البي فورم هو المفروض يبقى موجود جوه جسما كلام جميل جدا طيب الجزء الثاني من المحاضرة النهاردة هو الDNA replication او اسمها DNA وربلكيشن معناها تضاعف ليه بقى؟ لان الخلية ممكن تكون الواحدة من الدوتر سيلز طيب الDNA replication هيحصل ازاي؟ فيه كذا نظرية يا جماعة فيه ناس كانت بتقول ان الDNA two strand جسمك بيستخدمهم as a template template يعني مصبق اللي هو T-E-M-P-E-L-A-T-E template عشان يبني عليهم DNA تاني وبالتالي الDNA القديم بيروح لخلية والDNA الجديد بيروح للخلية التانية والكلام ده مش صحيح الصحيح يا جماعة واللي بيحصل جوا جسمنا واللي اكتشفو اتنين علماء واحد اسم واتسون اند كريك ان الDNA replication بقول عليه semi conservative و semi conservative معناها ان two strand بتوع الDNA دولت هيتفصلوا عن بعضهم وكل واحد من ال strand بتوع الDNA جسمك هيستخدمه as a template حفظوا اللفظ ده عشان يبني عليه new strand والتاني هيستخدم as a template عشان يبني عليه new strand وبالتالي الDNA الجديد اللي تخلى هو واحد old strand والتاني new واحد new والتاني old يبقى كل خلية من two daughter cells هتاخد one old strand and one new strand طيب عشان ابدأ عملية الDNA replication لازم اعرف فين هو المكان اللي انا هبدأ منه ال replication يعني انا ادي ان ايه هبدأ من من النهاية اللي على ايد اليمين ولا النهاية اللي على ايد الشمال ولا هبدأ من النص لو انا بتكلم على البرو كاريوت اللي هي اوليات النواة فيكفيني مكان واحد اقول عليه origin of replication من الناحية دي او من الناحية دي وعملية replication هتخلص في ثواني لان الدين ايه بتاعها قصير جدا بالنانومتر يا جماعة انما لو انا بتكلم عن ايه وكاريوت ما ينفعش يبقى فيه origin of replication واحد منشأ لل replication او نقطة واحدة بس هي اللي انا هبدأ منها عملية replication وانما عملية replication بتتم في multiple origins of replication يعني فيه اكتر من مكان عشان اضمن ان هي تبدأ وتنتهي بسرعة عملية replication عشان تبدأ بتبدأ في مكان بقول عليه autonomous replication sequence هتلاقوه مكتوب في الهند اوت عندكم يعني ايه autonomous replication sequence هو مكان مليان ايه وتي مكان مليان ايه وتي ليه بقى؟ اصل المكان اللي هو مليان ايه وتي احنا قلنا الايه بتمسك مع التيب اتنين هيدروجن بوند ايه مع التيب اتنين هيدروجن بوند انما لو مليان سي و جي بسري هيدروجن بوند فهو مكان اقوى ما يقدرش الانزيم هيبقى فيه صعوبة على الانزيم ان هو يكسر فيه انما الاوتونيماس replication sequence او المكان اللي هيبدأ منه عملية replication بقول عليه اوتونيماس replication sequence و ده بيبقى مليان ايه وتي لان عدد الهيدروجن بوند فيهم بيبقى قليل لما بيتفصل two strands عن بعضهم كده فلو انا بصيت على شكل دين ايه من بعيد كده هحس ان هو مليان pupils فقعات فدي بسميها replication pupil replication pupil والجزء الواحد من replication pupil يعني انا لو اسمت هنا ونسيت النص ده هحس ان هو عامل زي fork فورك يعني شوكة فالجزء الواحد منهم هقول عليه replication fork يبقى كلها على بعضها اسمها replication pupil انما لو اسمتها نصين كل واحد من دولة هقول عليه replication a fork يبقى تاني دي اسمها replication pupil انما لو اسمتها نصين كده فالحتة دي كده اسمها replication fork والجزء ده كده اسمه replication fork طيب انا عرفت مكان origin of replication او اللي احنا بنخسره احيانا الى oric طب عرفته ازاي يا دكتور خالد عرفته ان في مجموعة من الانزايم زي بيبقى ماشية على ال dna بقول عليهم dna a ما بقولش dna a و dna c dna a و dna c دولة بيساعدوا واحد ثالث اسمه dna b او احنا اختصارا بنقول عليه helicase عشان يتعرف على المكان اللي هيبدأ منه عملية replication بيقولك بيخد بالك يا dna b اللي اسمك helicase هو ده المكان اللي هيحصل منه عملية او اللي هيبدأ منه عملية replication ابدأ افصل الطوستراندس عن بعضهم طب هو الطوستراندس كانوا مسكين مع بعضهم بايه بهايدروجين بوند عشان كده الهيليكيز انزايم هو الانزيم اللي بيفصل الطوستراند عن بعضهم عن طريق البريك داون ده اسمها replication فورك ده هي نص replication بابل يعني انا لو كملتها كده هيبقى اسمها replication بابل خلينا في الفورك اللي قدامنا ده طب مش ممكن يا دكتور خالد الهيليكيز انزايم هو بيفصل كده مهو الطوستراندس دولة complementary with each other complementary يعني متكاملين يعني هنا في A هنا في T هنا في C هنا في G مش ممكن انا افصل في الاتجاه ده ويرجعوا توستراندس دولة يحصلهم annealing يا جماعة معناها يعني يرجعوا يلحموا مع بعض تانية دكتور خالد اه ممكن بتقول ايه بقولك ممكن الهيليكيز انزايم يفصل الهايدروجين بوندس اللي هنا عم بعضها هو ماشى في الاتجاه ده وفجأة بعد ما هو فصلهم ألاقي التوستراندس دولة حصلهم annealing يعني يرجعوا يلحموا مع بعض تانية لا ما ينفعش ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى خلق جوا جسمنا بروتين اسمه single strand binding بروتين يعني ايه single strand يا دكتور خالد يعني بروتين بيجي يمسك مع كل strand من الدين ايه؟ بمجرد ما يبقى single يعني بمجرد ما يفصل عن اللي قدامه فلما يمسك single strand binding بروتين مع strand ده بتاع الدين ايه؟ بيمنع عملية re annealing يعني يمنع ان هما يرجعوا يتحدوا مع بعض مرة تانية مفهومة دي؟ خد بالك ده اسمه replication fork اسمها replication A fork ركز معايا هنا لما تفصل two strands كده عن بعضهم في strand فيهم بيتقري من ثلاثة الى خمسة واللي strand التاني من خمسة الى ثلاثة ال strand اللي تحت ده اللي هو بيتقري من ثلاثة الى خمسة بقول عليه template strand وانا قلت يعني template قبل كده اللي هو T-E-M-P-E-L-A-T-E template يعني مصاب هو ده اللي انا هستخدمه عشان ابني عليه dna جديد الشريط الجديد من dna ولو انا بخلى rna برضو هخلى عليه rna يبقى انا بخلى rna او dna هنا في حالة على ثلاثة خمسة على template strand يعني انا الانزيم اللي هيجي يبني هنا اسمه dna plumerase لازم يركب على النهاية ثلاثة ويمشي في الاتجاه خمسة يبقى اللي بيتخلق هو خمسة ثلاثة خد بالك هو هيركب على ثلاثة ويمشي في الاتجاه خمسة انما اللي بيتخلق الجديد هو خمسة ثلاثة لان هو لازم يكون anti-paral ده اسمه ايه دكتور خالد؟ ركز معايا في الاسماء اللي انا هقولها اسمه template strand اسمه ايه؟ template strand قلينا اسمه template strand 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 بالراحة طيب عشان ما اطلق بطناش الله يهديك انت بتتكلم في مين دلوقتي؟ انا بتكلم دلوقتي في strand اللي هو بيتقري من ثلاثة شرطة ايه؟ خمسة شرطة ليش دعوا باللي بيتباني؟ انا بتكلم على اللي انا هبني عليه؟ من ثلاثة الى خمسة اسمه ايه دكتور خالد؟ اسمه template strand طب ليه اسمه تاني؟ اه اسمه non coding strand ليه اسم تالت يا دكتور خالد؟ اه اسمه ايه؟ اسمه non sense strand يبقى ثلاثة اسماء دولة انا هاطلقهم على اي strand انا هقراءه من ثلاثة الى خمسة من ثلاثة الى خمسة اسمه template strand اسمه template strand اسمه non coding strand اسمه non sense strand طيب الـ strand التاني بقى اللي اصده ايه بقى؟ خمسة ثلاثة اسمه ايه دكتور خالد؟ ماشا حبيب قلب انا اقولك حالا دلوقتي اسمه ايه؟ اسمه non template strand اسمه ايه؟ non template strand اسمه non template strand اسمه coding strand يعني هنا احوش كلمة non اسمه sense strand مين ده يا دكتور خالد؟ ده اللي انا بقى قراءه من خمسة الى ثلاثة يبقى لما اقولك ان الشروط الجديد بتاع الدين ايه؟ هيتبين ازاي هتقولي سري داشتو فايف داش اه لانج ازاي تيمبلت ستراند او سري داشتو فايف داش الونج ازا نان كودينج ستراند او سري داشتو فايف داش الونج ازا نان سنس ستراند خلاص بقى؟ اندي ده اسمه كودينج ستراند او نان كودينج ستراند او نان سنس ستراند ومقابله ده اسمه أو اسا قودينج ستراند واساسو اسنس ستراند يبقى انا لما اعود ابني يا جماعة هبني من ثلاثة الى لأ هبني على ثلاثة الى خمسة لان اللي بيتبني هو خمسة ثلاثة ماناش دعوه بيه بس اعرف ان اللي بيتبني هو خمسة ثلاثة انا بابني على ثلاثة خمسة كلام جميل جدا بالراحة كده طيب لما دي ادي ان ايه الهيليكيز انزايم فاصل كده مش هي دي الربليكيشن فورج صح ده كده ثلاثة وده خمسة يبقى ده اسمه ايه اسمه tenplet strand اسمه non coding strand اسمه sense strand., اقول لكم عليه حاجة تانى بصوا هنا شايفين الا ال tamplet ده ليه اسمه ثالث ليه اسمه رابع اسمه leading strand اسمه leading strand وبالتالي ده مش هيبقى اسمه leading هيبقى اسمه lagging strand يعنى المتأخر lagging strand كل واحد فيهم ليه اربع اسماء يا جماعة لان الهيليكيز انزايم بدأ يكسر الهايدروجن وهو بيكسر الهايدروجن بيستهلك اي تي بي على رجل في الاتجاه ده ده تلاتة خمسة اه وده خمسة تلاتة اه يبقى ده اسمو ليدنج استراند او اسمه تمبلت او اسمه نان كودنج او اسمه من اي знак اى او اسمه سوري ده بقول عليه نان تمبلت او اسم ليه اي سورياur انزايم او بقوله عليه لاجنج استراند ايه الحكاية عشان اخلق dna الانزيم اللي بيخلق dna اسمو dna polymerase الانزايم ده ما يقدرش يبني الستراند الجديد الا لما يكون فيه برايمر اساس زي الجلايكوجن يا جماعة اللي انا شرحته في المحاضر اللي فاته. الا لما يكون فيه برايمر. يعني ايه? يعني الدي النيبلومريز ما يقدرش يجي يركب نيوكلوطايدس هنا. هو طبعا هيركب نيوكلوطايدس زي عبل ما اتكلم. يعني هيلاقي هنا ايه? هيجيب قصادها تي. هيلاقي سيها هيجيب قصادها جي. هيمسكهم مع بعض اتنين هيدروجين بوند وتلاتة هيدروجين بوند. واللي جنب بعضهم هنا هيمسكهم مع بعض الفوسفودياستر بوند. لا الدي النيبلومريز بقى ما يقدرش يجي يركب النيوكلوطايدس دي على بعضها بالطريقة دي الا لما يكون فيه برايمر. ايه هو البرائمر ده يا دكتور خالد? البرائمر ده هنا حاجة غريبة شوية. هو عبارة عن خمسة الى متين نيوكلوطايد من ال ار ان اي نيوكلوطايدس. خوا بالك. ده اسمه برايمر. اللي هي بي ار اي ام اي ار. برايمر. عبارة عن خمسة الى متين نيوكلوطايد من ال ار ان اي. من ال ار ان اي اه. طب ده طبيعي اللي جابة لا. هو طبيعي ان هو يبقى موجود اثناء عملية التخليق إنما قبل ما أقول إن الDNA التخليق بتاعه خلص لازم أشيل البرايمر ده طيب عشان هو اسمه برايمر فالإنزيم اللي بيعمله اسمه برايميز إنزايم اسمه برايميز إنزايم P-R-I-M-A-S-E برايميز إنزايم البرايميز إنزايم ده هيعتبر ترانسكريبتيز إنزايم أو هيعتبر RNA بلوموريز لأنه هو هنا بيبالمر أو بيخلق RNA عددهم كم دي يا دكتور خالد عددهم ما بين خمسة إلى متين نيوكليوطايد بيتحطوا عن طريق إنزيم اسمه بريميز إنزايم اللي بيتبني بيتبني من خمسة لتلاتة يجي لل-U-H اللي هنا اللي في النيوكليوطايد اللي هنا اللي في البرائمر ده يجي ال-DNA بلوموريز وخصوصا هقول عنواعهم دلوقت وخصوصا ال-DNA بلوموريز تلاتة يبدأ يركب نيوكليوطايد ويروح يفضل ماشي 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 ما يسبش ال-Strend ده غير لما يخلصوا كلام جميع طيب وال-Strend التاني يا دكتور خالد قالك ال-Strend التاني احنا لما عدنا بصينا عليه لقينا إن هو خمسة ثلاتة ال-DNA بلوموريز وال-RNA بلوموريز اللي هو البرائمر ده المفروض إن هم يركبوا على تلاتة خمسة عشان يخلقوا خمسة ثلاتة طيب ده هو خمسة ثلاتة هيقدروا يركبوا هنا الإجابة لا يعمل ايه بقى يستنى لحد ما الهيليكيز إنزايم يفصل تقريبا ألف نيوكليوطايد في البروكاريوت في البروكاريوت تلاقي الهيليكيز إنزايم هنا فصل ألف نيوكليوطايدس عن بعضهم يبقى دول عددهم تقريبا ألف دول وفي الايوكاريوت يفصل تقريبا 250 خد بالك 250 نيوكليوطايد في الايوكاريوت وألف نيوكليوطايد في البروكاريوت دولة اكتشف الحكاية دي عالم اسمه أكذاكي فسمناها أكذاكي فراجمنت يبقى هي الأكذاكي فراجمنت هي لا مش فاهمين يبقى نفهم الله يهديه مش أنا بقول لك اللي هو البرايميز ده أو اللي هو بانة ده هو المفروض إنه هو هيركب على 3-5 عشان يخلق 5-3 آه طب جيه يركب هنا لقى دي كام لقى خمس ينفع يركب قال لك لا فاستنى لحد ما اتفصل 250 نيوكليوطايد في الايوكاريوت أو ألف نيوكليوطايد في البروكاريوت اللي احنا سمناه موكذاكي فراجمنت وبعدين البرايميز إنزيم رح حطت البرايمير هنا وبعد ما حط البرايمير هنا جيت دي إيبلو مريس 3 اشتغل في الاتجاه ده طب ما هو كده ماشي صح لأن لما يشتغل في الاتجاه ده يبقى هو جاي من 3 إلى 5 ويبنيه 5 إلى 3 الله ويستنى تاني لحد ما يتفصل على الأقل ألف في البروكاريوت أو 250 نيوكليوطايد في الايوكاريوت وبعدين ييجي هنا يروح راكب البرايميز يروح حطت برايمير ويبقى إن يبلو مريس شالاتة شغال في الاتجاه ده وده هو الاتجاه الصحيح عايز تقول لي يا دكتور خالي عايز أقول لك إن الستراند ده بيتأخر شوية سيادتك لحد ما يظهر الأوكازاكي فراجمنت عشان الربليكيشن تحصل عشان كده قلت عليه لاجنج ستراند لاجنج يعني متأخر إنما ده اسمه ليدنج يعني بدأ بدري بدري بمجرد ما عملية السيباريشن حصلت رح هو البرايميز ريكب ويقول دي إن يبلو مريس تلاتة اشتغل برضو عايز تقولي يا دكتور خالي لو أنا بصيت على الهيليكيز هلاقي الهيليكيز بيفصل في الاتجاه ده فالاتجاه ده أنا بقول عليه force progression أو the direction of replication fork الاتجاه ده هو direction of replication fork عشان كده leading strand بقول إن الربليكيشن بتاعه continuous يعني بمجرد ما ريكب هنا مش هيسيبه غير لما يخلصه and in the direction of replication fork في نفس اتجاه الربليكيشن فور تبتيجي لل leading strand أقول عليه non continuous أو بقول عليه interrupted يعني متقطع و in the opposite direction of replication fork قد اتجاه الربليكيشن فور كده هو ماشي الناحية التانية كده إنجز يا دكتور خالي لا أنا أنجزت وخلصت أنا بقولك بمجرد ما الهيليكيز انزيم يفصل الفورك اللي قدامكم ده هي نص البابل فعندنا الباشمهندس ده اسمه leading strand ليه لأن الدين الـ RNA plumerase اللي هو الـ الـ اللي حط خمسة إلى 200 يوكلوطايد من الـ RNA أو الـ DNA plumerase هم مبرمجين إن هم يركبوا على 3-5 ويكونوا 5-3 فده ماشي في الاتجاه الصحيح بتاعهم عشان كده بقولي الربليكيشن بتاع انما لما جيت للستراند التاني لقيه قاعد يركبه هنا مانفعش لأن ده خمسة وهنا ثلاثة قال لك خلاص أنا هاستنى شوية لحد ما يتفصل ألف نيوكلوطايد في البروكاريوت أو 250 نيوكلوطايد في الايوكاريوت وبعدين هيجي الـ البرميز إنزايم اللي هو الـ RNA plumerase يرحطت برايمر هنا والـ DNA plumerase ثلاثة يبني في الاتجاه ده اللي هو الاتجاه الصحيح بتاعه وبعد كده استنى شوية تاني البرميز إنزايم يحط هنا والـ DNA plumerase إنزايم يشتغل في الاتجاه ده اللي هو الاتجاه بتاعه عشان كده بقولك الـ الربليكيشن بتاعته انترابتد اند انزا اوبزي ديريكشن خد بالك هل انا كده عملية الربليكيشن انتهت اقولك لا يا بيه لأن انت في حاجة هنا RNA يعني RNA يعني هتلاقي فيها ريبوز مش ديوكس ريبوز هتلاقي فيها يو مش تي يبقى قبل ما اقول إن عملية الربليكيشن انتهت لازم أشيل البرميز ده طب هشيل البرميز ده ازاي يا دكتور خالد دي وظيفة الـ DNA plumerase 1 احنا قلنا اللي بيبني هنا DNA plumerase 3 البروكاريوت واللي هيبني دي هو الـ DNA plumerase 3 ودي الـ DNA plumerase 3 أما الفايدة الـ DNA plumerase 1 هيعمل ايه دكتور خالد هيجي هنا يعمل هيشيل البرميز ده وبعد ما يشيل البرميز هتظهر مكانه جاب فجوة يعمل جاب فيلنج يعني هيجاب فيلنج يعني هيشيل النيوكلوطايد اللي هي بتاعة الـ RNA دي وحط مكانها يملى مكانها نيوكلوطايدز بتاعة الـ DNA وبعدين يجي انزيم اسمه الله جيز انزايم يحط الحتة الصغيرة أو يربط الحتة الصغيرة اللي تحطت بالـ DNA plumerase 1 دي مع الجزء الكبير اللي تحطت بالـ DNA plumerase 3 باهمنا اكتر يا دكتور خالد حاضر يا بيت ده هنا 3-5 يبقى ده اسمه leading strand البريميز انزايم يروح حطت برايمر هنا وديه ان يبلوميرس 3 يروح اه 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 يفضل لحد ما يخلص كلام جميع ده اسمه leading strand ليه دكتور خالد لانه ماشي في حكس الاتجاه لانه يبقى ان هستنى لحد ما يتفصل الف او متين وخمسين وبعدين البريميز انزايمي رح حطت برايمر وديه النيبلومريس ثلاثة يشتغل في الاتجاه طب خلصنا لا يا بيه تخلص ازاي ما فيه برايمر محطوط هنا البرايمر ده عبارة عن رن اي نيوكليوطايد لازم يتشال مين اللي هيشيله ومين اللي هيعمله هو النيبلومريس 1 يروح شيله وبعدين يعمل جاب يعني يملى مكانه نيوكليوطايد بتاع الني طب الحتة الصغيرة دي اتحطت مثلا او الجزء ده اتحطت بالديه او ده اتحط بالديه النيبلومريس 1 من اللي هيربط هنا بينهم انزيم اسمولايجيز انزيم وهو بيربط بيستهلك يبقى احنا خلصنا كده عملية الريبليكيشن اللي هي بتاعة الليدينج ستراند واللاجينج ستراند بس هو في سؤال يا دكتور خيالي معنى كلامك اللي انت بتقوله ان فيه ستراند اسمو ليدينج وستراند اسمو لاجينج ده معنى ان فيه ريبليكيشن بتاعة الليدينج ستراند ده يباهي قبل اللاجينج ستراند ده اللي انت فهمته مش اللي انا قلته اللي انا عايز اقوله بقى ان دي اللي قدامكم دي احنا قلنا عليها بابل صح كده لو داريت النص ده خليكم في النص اللي هنا معايا النص اللي هنا ده هو عبارة ما حدش يبصوا الناحية دي خالص بصوا معايا الناحية دي النص ده هو عبارة عن فورك فالنص ده عبارة عن فورك لو دي خمسة هتبقى ده تلاتة يبقى ده تلاتة وده خمسة يبقى ده leading strand والنحية التانية lagging والنحية التانية lagging فبينسى النص ده خالص تعالي في النص ده هو ده replication fork صح ده خمسة يبقى ده تلاتة تلاتة خمسة يبقى ده leading strand واللي تحت هو lagging بص يا بيه معايا ده الباشا ده كان هنا في اللحظة ده leading جنبه بالظبط كان lagging وهنا ده كان lagging هنا جنبه بالظبط كان leading عشان كده عملية الـ replication في التوستراند يا جماعة بتبدأ مع بعضها وتنتهي مع بعضها طيب يا دكتور خالد هي عملية الـ replication بهذه البساطة اللي انت بتحكيها ولا فيها مشاكل قبل ما اقول ده طبعا هو بيقول لكم ان الـ replication بتبقى فيه الاتجاه ده وبالتالي leading strand بيبقى continuous and in the direction of replication fork ده موضع اسئلة يا جماعة انما lagging strand بيبقى interrupted or non-continuous and in the opposite direction of replication fork وده اللي احنا بنقول عليه وكذاكي كلام جميل جدا طيب يا دكتور خالد هل الـ replication اللي حضرتك شرحتهم انت قلت واحد تلاتة وواحد اللي بيبني مين اللي هو تلاتة وواحد ليه دور انه هو بيعمل removal للـ primer وبعد كده لما تظهر بيبقى بيعمل gap filling وبعدين الليجيز انظيم يجي يربط هل الـ replication هل الـ replication هما هما اللي موجودين في الـ replication لا مختلفين في الـ procariot في dna blomerase ثلاثة وهو ده اللي بيقول في الاساس عن synthesis بتاعت dna strands وفي نفس الوقت ليه دور في dna repair وقلت لكم dna blomerase one ليه دور مهم جدا في removal of the primer gap filling dna blomerase two بقول ان ليه proof reading and repair function يعني ايه proof reading يعني تصحيح قراءة مش عارف انت هو بيبقى ماشي وارديه ان يبلو مريز واحد وثلاثة لو لا ان هما غلطوا يعني مثلا لأ c المفروض يجي اصادها g لا في احتمل ملهاش يعني نسبة تقريبا ان c جي اصادها t هو يروح شايل t ويروح جايب اصادها مكانها g ده اللي انا بقول عليه proof reading او تصحيح قراءة وليه دور مهم جدا في عملية الربير بعد كده لما نشرح محاضرة او هي مشروحة دلوقت ومرفوعة على القناة محاضرة الميوتيشن اند ريبير طب هل الايو كارت فيهم التلاتة دولار بس لا ده فيهم على الاقل خمسة اهمهم هو الدلتا الفا بيتا جاما دلتا ابسلون الفا بيتا جاما دلتا ابسلون اللي عمل زي الاي ده اسمها ابسلون الابسلون ده عمل زي الدي النبلو مريز 2 اللي هو دي النبلو فريدنج وربير الالفا مقابل لواحد الدلتا هو المقابل لثلاتة كلام ده مهم. الدلتا هو المقابل ليه? تلاتة. يبقى الفة مقابل لواحد. خلاص احنا عرفنا بيعمل ايه? ابسلون مقابل لاثنين. الدلتا مقابل ليه? تلاتة. هم ليه? البتا. البتا ده ليه علاقة بالدين اي ريبير. والجامع ليه علاقة بالميتو كوندريا الدي اي سينسيس لان انتو عارفين في الايو كاريوت في دي اي جوه. الميتو كوندريا اسمه ميتو كوندريا الدي ايه? الدي اي بلومريز الخاص بي السينسيس بتاع الميتو كوندريا الدي ايه هو الجامع. انما برضو الدكتور خالد ما قلناش. هل عملية الربليكيشن بهذه البساطة يا دكتور خالد? الاجابة لا. الدي ايه لما بيبقى لافف حوالين نفسه بيبقى لافف حوالين نفسه في صورة هليكس. لما يقعد الهليكيز انزيم يفصل عن بعضهم. عارفين لما يبقى عندك حفل بتاع ده اسمه ده حبل كده وملفوف حوالين بعضه كده. وانت في نهاية منه سابتة ونهاية انت بتبعد الحبل اللي هو ملفوف عن بعضه عن بعضه. بتبص تلاقي الجزء من الحبل ده لفه حوالين نفسه فاتعقد. نفس النظام هنا في الدي ايه? اثناء ما الهليكيز انزيم بيفصل. بصوا الهليكيز انزيم هنا. اها خليها هنا. اثناء ما الهليكيز انزيم ده بيفصل كده. اللفة دي اللي انا بقول عليها كويل او تويست. بقول عليها كويل او تويست. تويست يعني لفة. اللفة ده بيزيد على بعضه. بتحس ان الدي ايه بيتعقد. هيجي الهليكيز انزيم يفصل بعد كده مش هيقدر يفصل. لان البتاع ده هيلفة حوالين بعضه او الدابل هليكس ده هيلفة حوالين بعضه. هيحصله حاجة يسمى positive super coiling. positive super coiling. يعني ايه positive super coiling يا دكتور خالد? معناه ان اللفة بتاعت دي ايه او الكويلنج بتاعت دي ايه? زاد اه مشكلة. لان هيخلي الهليكيز انزيم ميقدرش يفصل. وبالتالي عملية الربليكيش اللازم. هتوقف. طب احل الموضوع ده ازاي يا دكتور خالد. ده اللي اسمه positive super coiling. انما لو كويلنج او super coiling اللي كان في عكس اتجاه دي انه هو بيلف اسمها negative super coiling وبالمناسبة negative super coiling ده حاجة حلوة. انما positive super coiling هو الحاجة الوحشة اللي انا لازم اتخلص منها. اتخلص منها بمجموعة من الانزيمات اسمها توبو ايزومريز. والتوبو ايزومريز ده في منها نوعين. في حاجة اسمها توبو ايزومريز وان. وحاجة اسمها توبو ايزومريز تو. ايه الحكاية? نرجع للتاني. احنا قلنا وده بيفصل غصبا عنك ده هيحصل فيها super coiling يعني هتبص تلاقي اللفة دي زادت اوي 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 احنا لها ازاي بالتوبو ايزومريز. توبو ايزومريز بيعمل يا جماعة. بيجي يقطع في الاستراند ده هنا. فلما يقطع في الاستراند ده هنا يخلي اللفة زايد اللي هنا يفك. بقول عليها ريليف اوف زا بوزيتف سوبر تويست. وبعد كده يروح لاحم التو ستراندس مع بعضهم تاني. والهيليكيز انزيم يقعد يفصل. فلو حصل سوبر كويلنج والاينة اللي التو ستراندس ده يلفة حوالين بعضهم قوي. يجي التوبو ايزومريز يروح قطع في الاستراند ده. يخلي اللفة دي تفك. وبعد ما تفك يلحمهم مع بعض تاني والهيليكيز انزيم يشتق. وهكذا. التوبو ايزومريز في منه عين. نوع اسمه توبو ايزومريز وان. وده لان هو بيقطع في استراند واحد. فلما يقطع في استراند واحد. يخلي اللفة دي تفك ويرجع يلحمهم عشان العملية تستمر. وتوبو ايزومريز اتنين ده بيقطع في الاتنين استراند. اللي بيقطع في استراند واحد بيستهلك انرجي اكتر. بس ليه ميزة. ايه ميزة? ان بيجي على الدي ان ايه اللي هنا ده ويعمل حاجة اسمها نيجة في سوبر تويست. يعني لو لقى الدي ان ايه لافف في الاتجاه ده. يروح هو لفه في الاتجاه التاني عشان يريحه. فيقدر الهيليكيز انزيم يفصل. يبقى توبو ايزومريز نوعين يا جماعة. اولا فيبت توبو ايزومريز ان هي هتخلصني من البوزتف سوبر تويست. او البوزتف سوبر كويلين. توبو ايزومريز في منها نوعين. توبو ايزومريز وان وده بيعمل نك. احفظوا اللفظ ده ان اي سي كي. معنها كت. بيعمل كت في سنجل ستراند. وبتجال يعمل ريليف. للسوبر كويل. يخل الدين يرجع يلف في الاتجاه المعاكس في يريح نفسه بدل ما هو لفف على نفسه قوي. وبيستهلك طاقة اقل. بيستهلك طاقة اقل. بس ما بيعملش النيجاتف سوبر كويلينج. ميزة بقى. التوبو ايزومريز تو. ان التوبو ايزومريز تو بيقطع في تو ستراندس. اه. بس عشان بيقطع في تو ستراندس. بيحتاج انرجي اكتر. وهو بيحتاج انرجي اكتر كمان. لان هو بيعمل نيجاتف سوبر كويل. يقول للدين نمشي الهيليكيز انزايم. وهو بيفصلك. انت بتلف ناحية اليمين. طب انا هلفك ناحية الشمال. عشان ريح الدين ايه قدام الهيليكيز انزايم. فيقدر الهيليكيز انزايم يفصل تو ستراندس عن بعضهم. يبقى اول مشكلة او اول اوبستيكلز ممكن تقابلنا اثناء عملية الريبليكيشن. حاجة اسمها بوزوتف سوبر كويلنج او بوزوتف سوبر تويست. في مشاكل تاني يا دكتور خالد. اه في مشاكل تاني. انت بتقولي على اللاجنج ستراند يا بيه. عشان يحصل ريبليكيشن. لازم على الاقل يظهر الف نيوكليوطايد في البروكاريوت او ماتين وخمسين نيوكليوطايد في الايوكاريوت. صح كده? صح. دب انا عايزك تتخيل معي يا كلام عبطيش عن كده بس تتخيل معي. بفرض ان عدد النيوكليوطايد اللي جي في اخر اللاجنج ستراند. كان متين نيوكليوطايد بس مش قل. ينفع جسمك يعمل لهم ريبليكيشن? لا ما ينفعش. طب ينفع جسمك يسيبهم ما يعمل لهمش ريبليكيشن برضو لا ما ينفعش. لان دي جينز يا جماعة جينات مسؤولة عن حاجة معينة جوا جسمنا. فما ينفعش ما عمل لهاش ريبليكيشن ولا ينفع اسيبها. وفي نفس الوقت عشان هما اقل من الف في البروكاريوت او اقل من متين وخمسين في الايوكاريوت جسمك مش هيعتبرهم اوكذاكي فراجمنت. يبقى مش هيعمل لهم ريبليكيشن. لا هيعمل لهم ريبليكيشن عن طريق حاجة اسمها تيلومر وتيلوموريز. ودي يا جماعة انا مسجل فيديو كامل على القناة عندي اسمه تيلومر وتيلوموريز ودي حاجة مهمة جدا جدا جدا. يعني تيلومر ويعني تيلوموريز وفايدتهم ايه واستخداماتهم الطبية ايه وده الفيديو اسمه تيلومر وتيلوموريز فانا مش هنضيع وقتنا فيه تاني دلوقتي هتلاقوه موجود على القناة بتاعت الدكتور خالد مهني نفس القناة اللي انتو شغالين عليها بتاعت اسم تيلومر وايه وتيلوموريز ودي كانت نهاية محاضرة النيكلوتايد كيمستري ويستركشور ان ريبليكيشن اشكركم شكرا جزيلا ونلتقي في المحاضرة القادمة باذن الله تعالى شكرا جزيلا. اشتركوا في القناة